ملفنا الرئيسي ملفنا السابت ملف الليلة الاولوية الكبيرة للدولة المصرية ودايما بعيد بكرر ده من قومي تاريخ جغرافيا هو طبعا القضية الفلسطينية والحرب اللي شغالة في قطاع غزة والاعتداءات المؤسفة اللي يعني بتزيد يوم بعد يوم فيه دايما عنوين سابتة وفيه حاجات بتكون يعني تطورات او تصريحات او مواقف سياسية ده اللي بنحب برضو نتابعه مع حضرتكم لانه انت عندك طبعا انه يعني احنا بنتكلم دلوقتي 8 شهور بتتكلم على القصف مستمر مش بس عشان برضو الانظار كلها والاعلام الدولية بتتكلم بس على رفح كان معانا دكتور محمود الهباش مبارح قال ده شيء مؤسف لانه ده بيغض الطرف عن المأساة الحقيقة في كامل القطاع الاسرائيل ما بتضربش بس رفح لكن دي فرصة بالنسبة لها انها بتضرب حتى في الشمال او المناطق اللي سبق وضربتها قبل كده واخلتها بالحاجات بقى الجديدة يعني طبعا مجزرة جديدة والاسف الشديد برضو شهداء ومعظمهم من السيدات والاطفال لكن قصة المساعدات الانسانية دي يعني ده يعني حاجة مؤسفة بشكل كبير لانك بتتكلم في ظل معبر كرم أبو سالم المقفول ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني اللي تحاول لسكنة عسكرية واسرائيل مسيطرة عليه فبالتالي ما فيش اي مجال لادخال المساعدات بقالنا كام يوم عمالين نتكلم على الجسر اللي عملته امريكا وعمالين نطرح اسئلة كتير هو ده ايه الهدف منه هو ده مساعدات وصحيح كلام اللي بيقولوه اتنين مليون واجبة في اليوم وكلام غريب كده طيب والله يعني القوات الامريكية طب هي دي هتبقى قاعدة عسكرية طيب والدي بوابة ومدخل انه يبقى في حصل تهجير طوعي للفلسطينيين من خلال هذا المرفع او من خلال الجسر البحري اللي عملته امريكا فيه تطور مهمة بقى لان الموضوع ده يعني يشاغل بالجميع ومن الداخل الفلسطيني وعلى لسان لجان المقاومة في فلسطين طلعوا بيان وقالوا فيه ان الرصيف العائم اللي اتعمل دم غزة ده بيخدم الاحتلال وهو عمل دعائي ويعتبر مشاركة فعالية في تشريع الحصار وكمان احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح برضو علشان يعني المشهد ايه بيكملوه بالشكل ده لجان المقاومة في فلسطين قالت انه اللي عايز ينقذ شعبنا عليه اولا انه يوقف الحرب والقتل والمجازر يعني ما يدعمش الاحتلال سواء بالسلاح او بالمال فطبعا اعتبروا الموضوع ده يعني مرفوض جملة وتفصيلا وبيقولوا ان احنا كمقاومة رفضين اي توجد اجنبي على شاطئ بحر غزة او معبرها وحتى على فكرة وصلت مساعدات على الرصيف الامريكي ده واول ما وصلت المستوطنين الاسرائيليين زي ما عملوا في المساعدات الاردنية اللي جات حاولت انها تدخل عن طريق معبر كارما بوسالم اتحرقت وتضربت وفضل الشحنات وكل الكلام ده ولعوا فيها فده اللي حصل برضو للمساعدات اللي جات عن طريق الجسر الامريكي ده برضو المستوطنين الاسرائيليين دمروها